اهلا وسهلا فيكم مشاهدين ايضا يعني على مدار الفترة السابقة ونحن نتحدث عن حملة استادات جثمين الشهداء حملة استادات جثمين الشهداء القاعدة تعتها شعبية اهالي الشهداء متواجدين ايضا داعمين وسائل مختلفة وحقول ايضا واهتمات مختلفة اليوم هذا الموضوع الابرز هناك 14 جثمان ما زالت محتجزة جثمينهم عندها قوات الاحتلال من القدس وهذا ايضا محاول الاحتلال لتسليم جثمين لمدن وابقاء واقصاء ايضا مدن مختلفة نناقش هذا الموضوع اليوم مع احد الناشطات اللي هي قالت انه عرفوا عليك مواطنة وهي نشيطة في حملة استرداد جثمين الشهداء الشعبية صباح الخير معنا نانسي صادق صباح الخير يعطيكم العافية يعني كم من فعلا وخاصة فيه وفخورين انه في كمان بروزلة كم من النساء المتواجدات في الحملة بطاقة وبعطوا من وقتهم بتواصلوا مع العائلات يعطيكم الف عافية جميعا يزيد كافية يعني ألهم شو ما نعمل نعتبر مقصرين كمان بحق الشهداء صحيح يعني بداية تحكينا عن دور الحملة الشعبية في هذه الاثناء مكوناتها ايضا وين بتضغط الحملة الشعبية شوفي من اسم الحملة هي حملة شعبية واضح تماما انه في مجموعة من الحملات سواء كانت قانونية دولية الاخرية احنا ركزنا على موضوع الحملة الشعبية كضغط شعبي على صناع القرار لاحظنا في بداية احتجاز الجسرمين الشهداء انه في تقصير من خلال المؤسسات الرسمية بمتابعة هذا الملف واتفقنا من خلال مجموعة من المطوعين المطوعات اغلبنا نساء صحيح بس هذا كان بجوز لانه فيه دافع عاطفي تجاه الموضوع ولانه فيه علاقة مباشرة مع اهالي الشهداء وامهات الشهداء واباء الشهداء اتفقنا على انه احنا نكون مجموعة شعبية نشتغل على موضوع الضغط الشعبي كان في عنا ثلاث اهداف واحد منهم هي الضغط ميدانيا لانه الناس كانت مغيبة نوعا ما عن اللي عم بيسير في موضوع احتجاز الجسرمين نشتغل على القضية الاعلامية لانه في بداية الملف احتجاز الجسرمين الاعلام شوية كان مغيب او كان يركز على قضايا اليومية الانية السريعة الانية السريعة الادام صحيح صحيح وبهذا المجال اشتغلنا على موضوع الموجة المفتوحة لمدة يوم واحد مع كل المحطات المحلية والفضائيات كمان موجودة بفلسطين وكان لها اثر كبير لانه هذه كمان ساهمت في انه الناس تبلش تتكافل وتتضامن مع اهالي الشهداء هون يمكن دي اذكر انه حتى الاهل كان عندهم عتب على الاعلام انه ما ستواصل كمان مع العائلات فعمليا الحملة كمان اضعت يعني احنا جهة من وسائل اعلام اللي انتو عمليا كمان والحملة ساعدتنا بانه تعطينا القوائم وهذا كان مهم وفعلا كان مغيب يعني طبيعي هلا البعد الثالث اللي اشتغل عليها الموضوع الدولي احنا بنعرف انه كل قضية احتجاز الجاثمين هي قضية سياسية بحتة يعني كمان فيه جوانب قانونية بنشتغل على قانون الدولي الانساني بنشتغل على قضايا القانونية سواء ما بين الضفة الغربية وقطاع والقدس المحتلة كمان فيه قوانين مختلفة بس بالتالي كمان هي قضية سياسية اللي المجتمع الدولي بالضغوطاته كمان ممكن يأثر على الحكومة الاسرائيلية والحكومة الاحتلال الاسرائيلي في هذا الجانب كمان اشتغلنا عن موضوع رسائل موضوع رسومات كاريكاتير اللي انبثت لمجموعة من كل الهيئات الدبلوماسية الموجودة هون المؤسسات الدولية تشتغل في مجال حقوق الانسان اللي اشتغلنا معهم بشكل مكثف على قضية احتجاز الجاثمين هاي الثلاث قضايا وثلاث ابعاد اللي احنا ركزنا عليها طبعا بالمقابل احنا كنا بنشتغل بشكل مباشر على دعم ومساندة الاهالي من ناحية نفسية من ناحية انه حسوا انه الناس معهم هم مش موجودين بحيز لحالهم بعمبعانوا لحالهم لا الناس موجودة معهم بشكل متواصل وشعرتهم بفرق يعني ما قبلوا بعد او بي؟ شعرنا بفرق كتير كبير لان احنا كمان لما نكون احنا موجودين مع ابو بهاق عليان على سبيل المثال هذا الشخص بني آدم عم بعلمنا كل يوم ايش معنا انه يكون انسان مثقف واعي جبار عنده عزة وكرامة وكبرياء اللي هو عم بيحكي انه انا لأول مرة عم بتعلم من ابني حين كان مفروض انه انا اعلمه بالنهاية عم نلاحظ انه كمان في فرقات ما بين مجموعة الاهالي الشهداء ما بين اللي ابنائهم كانوا بعبروا عن حالة واعية ما بين ابنائهم بعبروا عن ردات فعل معينة في فرقات عمرية في فرقات ثقافية هذا كله عم بعطينا زخم للحملة الشعبية كيف احنا بنكون موجودين بالشارع ممكن تنقول لنا كمان اذا كان فيه علاقة عم بتنبنى بين العائلات نفسها يعني اكيد اكيد العلاقة كتير وطيدة بدرجة انه بعطيكي مثال كبير لما تم تسليم جثمين 17 شهيد بالخليل طلع على الاعلام الاخرائد الاطراش اللي هو ناطق اعلامي باسم اهالي الشهداء الخليل هو شقيقه هو شقيقه طبعا سعد الاطراش وحكاها بشكل كتير واضح انه احنا حملتنا ما زالت مستمرة وخيمة الاعتصام ما زالت مستمرة طالما فيه شهيد واحد موجود طبعا التواصل ما بين ابو بهاء واهل الشهداء التانيين مع الخليل كمان مازال متواصل كمان فيه كتير تضامن وتكافل بينهم يعني مبارح لما السلطات الاسرائيلية الشرطة الاسرائيلية طلبت اربعة من اهالي الشهداء بالقدس طبعا بعد ما خلصوا الاجتماع كلهم اجتمعوا مع بعض وتلعوا بقرار مشترك انه احنا لن نقبل بشروط لدفن ابنائنا كان في عندهم ثلاث شروط ممكن توضحي لنا هاي النقطة للناس كمان عندهم مش تفاصيل اكثر احنا نتحدث انه تم تسليم جثمين الشهداء الاربعة وخمسين كانوا محتجزين تبقى منهم اربعة عشر بالقدس كل المحافظات تم استعارة الضفة الغربية تم تسليم كافة الجثمين والقدس ما زالوا الاربعة عشر شهيد لم يتم تسليمه وهذا طبعا بعكس منهجية الاحتلال بالتفرقة ما بين الضفة الغربية والقدس المحتلة ورادة السبعة وستين كيف تم تجزئتها ما بين غزة ضفة وقدس محتلة هذا الحكي عم بعبروا عنه اهل القدس تماما بانه كيف تكافولهم مع بعض ومع حتى اشقائهم بالضفة الغربية كان ما في حدود الحاجز الموجود هو حاجز احتلالي بطل فيه حاجز نفسي حتى ما بين المنطقتين اجتماع اهالي القدس مبارح تلعو بقرار انه لن نقبل بأي شروط اسرائيلية كيف كانت الشروط مطلوبة؟ الشروط هي زمنية مكانية ودفع غرامة مالية انه بامكانك تدفن خارج السور او بمناطق ضفة خارج جدار الفصل خارج سور القدس بمناطق ضفة بيتم تسليمكم مباشرة زمان انه يكون الدفن خلال فترة الليل ودفع غرامة مالية خمس تلاف شكل عن كل شهيد هلا بموضوع الزمان والمكان ولي هذي قضايا يتم النقاش فيها اهالي الشهداء مش الموضوع مالي ولكنه موضوع مبدئي هم لن يدفعوا اي شكل مقابل ابنائهم وهذا كمان الحكي اللي كمان الارتباط الفلسطيني مبارح اعلن عنده انه في موضوع المفاوضات حول الجثمين شروط الاهل هي ما سيتم التمسك فيه نتأمل انه خلال الايام القادمة انه يكون في ضغط على هذا الموضوع يتم استلامهم في ضغط من الهيئات الدولية حاليا خاصة بما تعلق موضوع القدس نتمنى من المؤسسة الرسمية انها تبدل جهد اكبر لانه وهذه كمان حكيناها وانحكت باكتر من الاجتماع وحتى فيه لجنة قانونية تشكلت وفيه لجنة مع التشريع تشكلت من خلال الحمل الشعبية انه فيه رسالة عن مكتب الرئيس من ثلاثة اسابيع لمقابلة الرئيس ولغاية الان ما فيه مجال انهم يلتقوا فيه وهذا اثر كثير على يعني نعرف انه يعني بجوز الرئيس ما فيه يعمل شي بس انه بالنهاية فيه جانب معنوي طبعا لأهالي الشهداء فإضا بالنجدد الرسالة يعني بالنجدد الرسالة يعني بالنجدد الرسالة طبعا إنه يكون فيه المؤسسة الرسمية تولي اهتمام أكبر لهذا الملف مزبوط هم 14 وليس وصلنا لعدد 65 شهيد بالنهاية بس ال14 أو حتى لو انه واحد موضوع موضوع كثير بيأثر على الأهل تخيلي انه انتي جرحك لساته مفتوح اللي صار بالخليل لما تم الدفن عمليا الناس كانها حست منتصار أو كأنه ابنهم كان معتقل وطلع من الاعتقال يعني لما يصور صير الدفن دفن شهيد هو انتصار كمان هذا جانب نفسي كتير عميق وكتير قوي فيه جانب اللي من البداية الحملة عم تحاول تنشره ما بين الناس ما بين ناشطين على مواقع التواصل اجتماعي هو التغلب على فكرة انه احنا عم منعد ارقام للجثامين هم قصص وتفاصيل مختلفة ممكن تحكين عن هذا الجانب الممكن كمان يكون مهم للمشاهدين هذا الجانب احنا ركزنا فيه لانه احنا من خلال من الانتفاضة الاولى لغاية الان ال88 لغاية الان فيه فترات كتير مختلفة كيف نتعامل مع قضية الشهداء لاحقاً كان صار التعامل كأرقام أرقام بمفهوم انه اربع شهداء استشهدوا اوكي تمامين هدول الشهداء هدول عبارة عن تفاصيل كتير هلأ لما بلشنا بقصة انه انه كل واحد نكتب عنه كيف كان يحضر العرسه كيف كان بمدرسته كيف كانت الصبية هاي عندها احلام عندها طموحات الى اخره هذا البعد الانساني عم بيحرك بالناس شيء وهذا كمان عماله بيأثر بمستوى مشاركتهم معنا لما يعرفوا عن تفاصيل بهاء عليان كمثال انا باخده مثال لانه فعلاً هو مثال للشب نخرج يعني يعني خرج عن النص تماماً بني آدم كان مساهم في مجتمعه كان مثقف كان واعي كان شارك بنشاطات مجتمعية نشاطات ثقفية أي نشاطات مختلفة شبابية عن مستوى مشاركة الشباب في صنع القرار كل المؤسسات المقدسية بتعرف بها عليان وبالتالي بلحظة ما قرر انه الطريقة الوحيدة انه يساهم كانت بعمل معين طبعاً القدس تعاني كثيراً من كل ممارسات الاحتلال واضح انه هذا المستوى الوعي الموجود عنده تحول الى مستوى مقاوم لما الناس تعرف انه ممكن حمل اسلاح ودخل باس وبلش يطاقتك هذا يعني اي حدا ممكن يعمله بس لما انت تعرفي تاريخه وشو كان يعمل وكيف كان يعمل بالمدارس مجموع من النشاطات انت بتحسي انه في فيه ارتباط معنوي بينك وبين هذا الشخص لما تعرفي عن علاء الجمل تاريخه قبل علاء ابو جمل متأسفة تاريخه وتاريخ عائلته ايش اللي عانوه الاخري كمان ولم تشوفي صوره يقوم اكتر من مرة فيه فيه نوع من العزة بهذا الموضوع فاحنا بنحاول نركز على هاي القضايا الانسانية هل في خوف كمان بنيقاشاتكم انه يعني كمان مطالب الجانب السياسي انه ياخد موقف واضح لانه كمان يعني هذي سابقة احتجاز هذا الكم بهاي الطريقة سابقة بتعامل مع الشهداء الفلسطينيين فهل فيه تخوف من المستقبل بذات السياق فبالتالي ممكن يكون تدخل سياسي اليوم بموقف حازم وواضح كمان بخلينا نطلع للمستقبل بشكل نوعا ما يعني اكيد احنا مش رح نوقف حتى مع تسليم آخر الجثمين لانه زي ما حكيتم ممكن يعتبر سابقة هلا في احنا سابقة قبل ذلك اللي هي مقابر الارقام طبعا احنا ليش ضغطنا بزيادة هاي الفترة لانه ما بنيهم يتحولوا لارقام هذا الشغل كشغل قانوني فيه كم هائل من المؤسسات القانونية ومؤسسات حقوق الانسان اللي هي جزء من شبكات دولية كمان لحقوق الانسان يفترض فينا الضغط عليهم انه نشتغل على الاسرائيليين انه كمان هبان هذا يعني انه اسرائيل بعد ما تجاوزت الحرج الدولي بكل قضايا اللي عم تشتغل فيها ضد الشعب الفلسطيني مفروض يكون فيه نوع من القرار الدولي كمان الملزم للحد من هاي الممارسات اكرام الميت عندنا وعند في كل الديانات هي دفنه فما ذا بالك لما يكون شهيد ومقدم لوطنه وما بالك لما يكون كل اشكال المقاومة للاحتلال هي شرعية حسب القوانين الدولية بالتالي احنا بنناخد بهذا الجانب هلا قديش ممكن نحقق هدي حسب المشاكل بشكرك جزير الشكر على هذه المعلومات وبتمنى كمان هاي تكون محفز لكثير من المواطنين اليوم نحكي عن حملة شعبية اللي شكلت قاعدة أساسية لعائلات وضوي الشهداء ونتمنى انها كمان تستمر يعني هذا الغطاء وهذا الدعم بشكل مستمر للعائلات شكرا إليك بيعطيك يا ألف عافية وننتقل لزميلة ريمة المصري يبقوا معنا